مين يظن ان النجاح هو الفلوسي؟ اللي مطلعش يجده كتاب السلام عليكم ايه الاخبار؟ لو كنت سنوية عامة ونوتيك تاكبانت ومحبط او مش مبسوط او متدايق من الموضوع جات لك كلها مش عايزها او ايان كان فالمحاضرة دي تليك المحاضرة دي كانت في مكتبه الاسكندرية وظن ان شاء الله انها هتفرق جدا 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 مع اي حد كان في سنوية عامة السنة دي فلو انت تعرف حد حد من العيلة الارائب اخواتك اولادك بنات اي اي ايان كان الشخصه وشايف نومي تدايق او مش مبسوط يبعث له الفيديو تاهم تمام تمام شكرا شكرا ارساس فياس السلام عليكم ايه الاغبار اهرم سهلا اهرم سهلا كفارة اكيد يعني دي ممكن تكون المرة الوحيدة اللي نشوف فيها بعض واجها لوجه يعني ربما فااااا نرى من كلام الموضوعي شوية تمام ونحاول نكون واقعيين وصادمين وعمليين شوية تمام دعنا نبدأ بسؤال مين مش عارف هو عايز ايه مين مش عارف وعايز بيهم ما يكبر تمام طب ماشى نازل مين عارف وعايز ايه كذبية محدش عارف وعايز ايه انت بتظن انت عارف انت عايز ايه مش هتتيقن الى ما تجرب افضل سيناريو هو ان انت تخرجت لا تخرجت من السنوية ويرحت الكلية درست وتخرجت اشتغلت شوية وقتها بتعرف اه انا مش عايز بقى الموضوع ده يعني وقتها بتعرف انت مش عايز تبقى ايه فكرة انك تعرف انت عايز تبقى ايه بدري كده ده واه ممكن يكون السبب في البيئة اللي حواليك العيلة يعني انت مثلا في عيلة كلها ده كترة تتطلع ايه يعني عيلة كلها مهندسين عيلة شغالين في البزنس تمام فشاف الامر انه احنا الفترة طويلة قوي ما بنختارش بالاسف حد مفكر ان هو بيختار كليته يعني مؤتمر اسمه اختار كليتك ليس هو مش عنا اللي بنختار هو المفروض التنسيق هو اللي بيختار وبعدين بتحاول تحباها تحاول تعدى ظروفك تمشي امورك ودي خدعة نفسية كويسة بصراحة عشان تقدر تعدى كم سنة بتعوب كلية وخلاص انا حقيقة اعرف ناس شغالين في غير مجالهم اكتر من الناس الملتزمين بمجالهم ويمكن برضو نفس الكلام معاكم يعني اكيد على الاقل فيه ثلاثة اربعة تعرفهم في الدائرة المقربة لي مش شغالين اصلا بالشهادة بتاعتهم او بالدراسة بتاعتهم صح؟ يعني الموضوع مش مرتبط بالليلة دي خالص فيما اقول حلو قوي بتقول ان احسن حاجة في المعاناة انها تنتهي المعاناة بتنتهي المعاناة لها نهاية يعني قريب او بعيدها تنتهي واحسن حاجة في السنوية برضو انها بتنتهي يعني انا مظنش ان انت ممكن تتعرض لضغط في حياتك قد الضغط اللي انت تتعرض له دلوقتي ليه؟ يعني انها ضغط كبير لا هي فكرة الخوف من الضبابية انت مش عارف التراح فين اصلا وبتتأثر بكلام اللي حواليك جدا لما خلاص بتروح الكلية بيبقى ايه؟ زي عارف انت المثل بتاع وقوع البلاء ولا انتظاره؟ انت خلاص جاء لك البلاء في ايه؟ خلاص انت استريحت دلوقتي هتكمل فيه وتتعايش في الكلية الصراحة دراسة اصعب كتير يعني انت هتكتشف ان المقدمة في بعض المواد بكل اللي انت درسته في المادة ديه في السنوية بس انت مش هتكون الآن ولا هتكون مضغوط وهتكون متعايش جدا ومبسوط الامتحان اللي كنت بتطلع منه ممكن بتعيط وزعلان ومكتب عشان فاتيتك درجة انت ممكن تجيب واحد من عشرين وتطلع تحك في الكلية تماما فالتجربة مختلفة تماما حاس انها تكون تجربة افضل بكتير اريح بكتير هتكون برضو ايه؟ يعني الناس هينزلوا من على ودانك شوية محدش في العيلة حتى الدائرة المقربة يكون عارف انت في سنة كامعة غالبا يعني انت ممكن السنة الاربع سنين تخدها في خمس وحش اخب باله حرفيا ده بيحصل يعني زي ما تقول ايه؟ مدام ليس في سكة فهو سيكملها وخلاص محدش بيشغل باله بيك قوي في الفترة دي وده شيء كويس بصراحة شايف ان دية افضل فترة تكتشف فيها نفسك للأسف انا كنت سازك شوية كنت بظن او بسدق في فكرة المنقذ ان فيه حد هيأخذك من ايدك كده بص يا ابني تفضل حاجة ليك كذا 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 خبطات اللي ممكن تتعرض ليها الصوت اختلف شوية فمحدش هيعمل كده للأسف شد انت بيقع على عاطقك اكتشاف نفسك تعرف انت كويس في ايه انت شاطر في ايه ايه الحاجة اللي بتعملها وما بتحسش ان هي ضغطة عليك في حين ان هي بتسبب ازمة كبيرة الناس اللي حواليك هتلاقيك كل واحد فينا فيه حاجة كده مش شرط حتى انها تكون في اطار الدراسة حتى يعني كنكون حاجة يدوية مثلا كنكون حاجة بره اصوار الجامعات والكليات اساسا ده مش هيتحقق الا لما تجره كتير تحضر حاجات زي دي تروح ورش تحضر ندوات اي فرصة انك تروح وتشوف وتسمع تجارب الناس دي هتكون خطوة كويسة قوي انك تعرف انت عايز ايه والحقيقة ان النجاح دلوقتي اسهل بكتير اي ان كان النجاح يعني مين يظن ان النجاح هو الفلوسي اللي مطلعش ايده كذاب بصوا احنا ايه يعني خلينا نكون وقعين وصدميين شوية عمرك قلت على شخص نجح عفوا انا شخص مش غني ان هو نجح هي بتبقى قرينة هي مش شرط يعني فيه ناس مش اغنية ونجحين جدا لان الموضوع بتوقف على تعريفك اصلا للنجاح في المقام الاول ولكن كليكتف لك هذا العقل الجامع دايما بقرينة بتاعت الغنى ناجح تمام بيش حد نجح بقير وهو لو ناجح كان يبقى غني صح ف النجاح دلوقتي اسهل ايا ان كان تعريفه لماذا؟ المصادر مفيش اكتر منها الناس اللي ممكن يساعدوك مفيش اكتر منهم انت ممكن تخش تمنشن سي او بتاع شركة عالمية على تويتر ويرض عليك تعمل له مش عالف كونيكشن على لينكت ان وتلاقيه وافئ فانت قادر توصل لحاجات الناس كانت تعاني قديما علشان توصل لها فالنجاح دلوقتي اسهل النجاح اسهل لان الناس في الغالب ما هماش مركزين اصلا وشتتين ضيعين ضيعين وقتهم فعلشان حد ينجح في حاجة في شوية مهارات كده المفروض تكون عندك المصابرة والاستمرار والاجتهاد والساعد انت تعرف كم واحد في حياتك تقدر تعمل تشيك على الصفات ديت لما يذكر اسمه يا صوت صرصور الحقل فالموضوع سهل الموضوع سهل بس انت اللي تزوك شوية يعني انت بنص مجهود هتقطع مسافات اضعاف اللي الناس كانوا بيعملوها قبل كده لان انت في مسرعات او في حاجات هتزوك مكادش موجودة قبل كده فكرة كورسيرا كلنا عارفين كورسيرا صح في وقت كورسيرا دي كانت اللي يعرفها شوية صغرين خالص واللي يعرف انه ممكن يقدم على المنحة المالية I am poor I am from Egypt حد عمل كده قبل كده نايز We are all poor ويفتحوا لك الكورسات اللي هي بفلوس وتاخدها مجانا مش كتير يعرف كده مش كتير وقتنا يعني لو مش من بعيد اوي كان يعرف موضوع المنح عمر عمر رمضان صديقك يعني وانا بسجل معاه انا كنت بتحصر على نفسي كل ده موجود اه بس اللي بيدور وينكش هو اللي بيوصل فممكن نتنازل شوية عن الكسوف وعن الأدب ليس نبقى أولادات الأدب لا يعني نبقى مقدمين ونستحمل الرفض أكتر وتخبط على البيبان وتبعد مين عارف ممكن الباب اللي هتخبط عليه ده يفتح لك ويزوق أجزاء أو يديلك معلومة تفرق معك جدا فحاول تنكش في الحاجات اللي متاحة لك دلوقتي انت في مرحلة ذهبية في حياتك الاربع أو الخمس سنين دول مش عارف يعني أنا بحاول أستثني طب عمدا لأن طب الدراسة بتاعته متقيلة شوية والناس ما بتقدرش نهاية تدرس حاجة بجانب طب حد نوع على طب أو يعني ما قفل امتحانات كلها اللي يعينك بس لو تقدر يعني توكل تمام الشيء في الأمر ان الفرصة بتاع الاربع أو خمس سنين دول مش تكرر تاني عارف ما قولت ان المتاح حاليا لن يكون متاح مستقبلا الفترة ديت انت لو غلطت فشلت نهرت فلست في مشكلة في مشكلة في حد تاني يقوم ايه شدك كده ومعلش حبيبي نفض ودومك ونكمل طب بعد ما تتخرج وتبدأ تشتغل تبع نفسك الغلط دلوقتي بحساب الخطوة بحساب فكرة اللي كان متاح قبل كده مش يبقى متاح في الفترة دي فحاول تستنفس كل محاولات الخطأ بتاعتك فيه نظريه حلوه كان نتكلم عنها مغني اسمه ايد شرين عارفينه ايد شرين كان بيقول وكان بيجيب تسجيل له هو بيغني وبرحن كان سيء جدا ونشاز وحالته حالة فالنظرية اسمها خرطوم الماء المتسخ لو انت بتخسل عربية وترش قدام البيت او ايا كان اول شوية خمية بيطلعهم من الخرطوم بيبقى لونهم اسود معكر مطرب صح؟ دول لازم يطلعوا في الاول ما ينفعش ان دول لما يجوا في الاول كده دول دي ده ضل ماية معكرة تروح تقليل في الحنفية لازم تتقبل ان انت هتفشل كتير جدا اول مشروع هتتدخله في حياتك هتقصر فلوسه بس هتتعلم هيبقى عندك شوية معلومات المشروع اللي بعده او الفكرة اللي بعدها قويا كانت هتزوقك لمسافة بعيدة شوية يعني الفكرة دي فيها سماحية رهيبة رهيبة يا عم حتى الشركات بتديلك البرامج مجانة بالإيميل الجامعي ديسكاونس في كل حاجة بالإيميل الجامعي في حاجات رهيبة مش عارف ان الإيميل الجامعي بيعمل حاجات دي كلها برضو لان وقتها كانت النوليج محدودة محدش بيعلم حد عارف انت اللي بيداري على ورقته في الامتحان ايه؟ لا باشا كان عندي إيميل جامعي باشا على ايامكو بقى عند فارس اي الكلام ده فشاهد في الامر ان استغل عارف انت لما حد يستغل حاجة اسوأ استغلاله اللي هو يعصرها اعمل كده الفترة دي تستغلها اسوأ استغلاله انت معاك انت مهكر اللعبة انت معاك عارف القلوب اللي هي ممكن يديلك ثلاثة في اي جيم دي لا انت مهكر اللعبة انت عامل باتش فاغلق كتير جرب كتير الكعب الكتير دي الحقيقة الطريقة اللي احنا بنتعلم بيها محدش تعلم سوءة العجلة من اول مرة اي واحد بيسوق عجل عارف ان في روكب وكده اي شويت ندبات من الطرق واخد خبطة هنا فين حازم هو واخد خبطة هنا برضه دي كلها علامات ان انت حاولت وفي بعض الاحيان حتى لو محاولاتك ديت لم تؤدي ان انت عملت اي حاجة اصلا فبتشفعلك وبتكون زي ريزمي كده او سيفي لا هات الراجل ده الراجل ده عنده سكيل مهمة قوي مهمة جدا انه بيجرب كتير فهات وشغله مش مشكلة ومعرفش حاجة هنعلمه حد مفكر انه هو يشتغل في اي شركة عشان هو بيعرف يشتغل الحاجة اللي الشركة عايزها في البداية لا يا الشركة بتستثمر في الشخص اللي انت هتبقاه من خلال ال اللي عندك اصلا هم هيخدوك هيعلموك الحاجات اللي هيشتغلو بيها بشكل ما في اول مرة فيما بعد ممكن وهتخط ثلوش كتيرة جدا فيما بعد لكن في البداية هم يقولو لك احنا ايه بنشتغل بالطرية الفلانية وبنشتغل برنامج الفلاني وبنعمل كذا في ظرف اسبوعين هتلم الدني ده حقيقة اللي هتصلي بشكل ما يعني فشاهد في الأمر ما تخليش الفترة دي تتعدي فضية انا عارف ان الكلام ده قد يبدو مستهلك بس اكتر حاجة تفسد عليك الفترة دي واي فترة عمتا وهو تلفون الفيديا فحاول تتعلم انك تستخدمه صح تخليوه شو اللي يستخدمك لان فيما يبدو ان المنتشر دلوقتي هو شعور ان انت متأخر شوف انت لسه مخلص صناوية وحاس انك متأخر صح؟ حاسس ان فيه ناس سابقاك فيه واحد يعمل عشرين الف دولار في الشهر وهو قاعد في بيتهم صح؟ من التداول ولا مش عايف من ايه فانت مش متأخر ولا الناس دي سابقة اصلا هو كل واحد ليه بدايته وليه طريقه فالسبب في شعورك الدائم بالضغط وانك متأخر هو الاستهلاك المبالغ فيه للمحتوى الـ او الغير مرتبط بك اساسا يعني واحد متوفر له كل وسائل ان هو ينجح مش كلنا بنبتدي من نفس النقطة يعني فيه واحد عنده شركة تقييمها 10 مليون دولار وشاطر جدا ومكتهب جدا بس واصل ابوه راجل اعمال وغني جدا ومديله بوش ومسفره برا يدرس وعنده مستشارين بيساعدوه في القرارات بتاعته لو ده ما نجحش منه ينجح فالينفع ان احنا نقول دلوقتي ايه؟ اه ما يعني انا كده متأخر عنه لا فيه كتاب اسمه The Unfair Advantage ليه الميزة الغير عادلة فيه حد بتولد في بيت غني خلاص يعني او 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 قدروا رزقوا ربنا مقدر له وخينا ناس معوظمنا يعني متوسطين تحت متوسطين فوق متوسطين بحاجة بسيطة فما ينفعش ان احنا ايه؟ يعني يبقى في نوع من المقارنة اللي في الغالب بتكون نجحفة بالنسبة لنا سؤال امتى اخر مرة قرنت نفسك بحده وحزيت انك مبسوط كده وانك احسن وش عالية بيحصلش بيحصلش احنا دايما بنقارن بالاعلى ونحس بالدونية والتأخر والضغط والكلام ده كله ما منطلعش من المقارنة ديها كسبانين ابدا بل ان انت لو طلعت من المقارنة كسبان مش هتبقى مبسوط قوي تحس انه عادي صح فدي كلها حاجات يعني ايه؟ رؤوس اكلام كده بخصوص الموضوع ده فنرجع وكرر تاني السبب بصراحة سبب كبير في اي حاجة كويسة حصلت هو ان انا في الفترة بتاع الكلية كنت لسه مستكشف جديد للانترنت كنت خش اتعلم بقى الحاجات اللي بيتكلموا عنها اي كورسات من لين ده كنت بانا بقى محملها واتفرج عليها حتى لو مش اشتغل بيها بس يعني نوع من الفراغ ملء اذا الفراغ فاللي انت هتتعلمه في الفترة ديه واللي انت هتبنيه في التلات اربع سينيه خمس ست ان بلاس فايف دول هتقه هتفرج معاك فيما بعد حاول ما تضيعهمش على قد ما تقدر على قد ما تقدر حاول ما تضيعهمش شعب صراحة يعني كلام كتير قوي بخصوص المرحلة الجاية بس لو انت ناوي على صفر او ناوي على هجرة او ناوي على منح برا مهم جدا انك تهتمي بالتقدير في الكلية و لو انت مش ناوي فحاول تقضي بعض الوقت خارج اسوار الكلية انك تتعلم حاجة ان الكلية مش بتعلم كل حاجة للأسف الشديد برضو احد الاعتقادات الخاطئة ان الكلية كافية خالص الكلية مش كافية بنسبة 25% اي ان كانت الكلية اللي بيفرق هو اللي انت بتشتغل عليه برا الكلية فما نحطش اهتمام كبير اوي بالمادة بتاعت الكلية وفقت لا بد ان انت تتوسع خارجها والشهادة مهمة فيه حد ان الناوي ما يكملش كلية جماعي برضو ده اسؤال مهم اي ان كان الحد ان الناوي انه ما يكملش كلية كمل شهادة مهمة تفري معك بحاجات فيما بعد كمل وخدوا الشهادة حتى لو مش هتحضر اي ان كان بس لازم تاخر الشهادة الشيء الاخر ان فيه ناس ايحصلها احباط كتير اوي ساعة ما تظهر النتيجة واحباط اكبر ساعة لما يظهر التنسيق او الكليات فنصيحة من اخ صغير لا تستطيع اعرف الخير في ان انت ممكن يحصل لك حاجة تحس ان هي حياتك ويفت لا يوجد هذا الكلام يعني ربنا ارحم بنا من ابونا هل ابوك و امك ممكن يعملوا عفواً والدك والدينك سيد قرية ابوك و امك يابا 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 بابا و ماما ممكن يعملوا حاجة تأذيك 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 وتقلمك وخلاص يعني احنا الكتاكيتو السغنططين ولدنا لما بنروح للدوم التطعيم بتاع الشهرين دول ويسخنوا ويعيطوا ورجلهم تورم هل احنا بنكرههم هل حبين ان احنا نضيقهم او نقلمهم اصلا ده تبقى اصلا يعيني على عياته وعايز تعايات معاه بس ده علشان يجنبوا تعب قدامه او قلم قدامه فالشاهد في الامر ان ايا كان الكلية اللي هتجيلك التنسيل اللي هيجيلك يعني وسع صدرك خذ الموضوع ببساطة مش فرقة كتير المهم هو انت المهم هو انت مش مهم المكان اللي هتروحه سؤال لو الالمان جون مصر والمصريين راحوا المانيا ايه اللي هيحصل ايه الضبط مصر هتبقى المانيا والالمانيا هتبقى مصر صح ليه؟ اللي بيفرق هو الناس مش مهم المكان اللي انت تحطيت فيه او الكلية اللي هتلك كله محصل بعضه قصص كتيرة جت انا لي يا صديق اظن واحد من انجح الناس اللي عرفهم بحياتي خريج كلية التجارة كانش بيروح اللي على الامتحانات مصره شاطر هو شاطر وذكي مكانش بيروح اللي على الامتحانات لماذا؟ كان عنده شغل فاميدي بزنس هو اللي يديره ويروح الامتحانات كده يقفل الليلة في الشيط اللي قبل اللي امتحانه وخلاص تخرج اقدم على IFRS وCMA وCFN مشهادات في كلية التجارة ما شاء الله دلوقتي يعني بيجيب لنا شوكالاتة معه جاي من فرنسا فشايد في الامر اي حد هيبصوه لك دفاشل روحش الكلية واخدها بالعافية بس دلوقتي واحد من انجح الناس بالنسبة لي هو اول شخص عملت معا بودكاست احمد دسوي فشايد في الامر لسه بدري قوي انك توصم نفسك انت كده فشل حياتك وقفت تضمر مستقبلي لسه التخبيط جاي قدام فخد الموضوع ببساطة ايا كان الكلية اللي جاي لك ما هي؟ عندي اسي البترول كان نفسه اخش عندي اسي البترول فدقت على درجة درجة واحدة كانت واخدة من ربعمية وستة ونص جاي بربعمية وخمسة ونص اضط نفسك مكاني انا كنت اجاهز الشنطة وامي بتجعيز لي العلب البلاستيك انها اخذ فيها الاكل وانحطه في الفريزر كم ساعه قبل أن نسافر والكلام خلاص أنا مسافر فجأة عندها ستنط خبطة جمدة جدا ولكن لو رجع بي الزمن وأدامي أن أنا أنا فاكر النقطة اللي خسرتني الدرجة دي أجوابها غلط لأن اللي حصل ده هو أفضل حاجة جممكن تحصل عارفين أنتم المالتفيرس والتايم لاينز والكلام فأنا لو رجعت وغيرت حاجة هنمشي في تايم لاين تاني خالص أنا شايف أن دي أحسن حاجة ممكن تحصل حصلت بالفعل فمن المواقف برضو اللي فرقت قوي كنت بتمرن لعبة رياضية معينة فجال روباط صليبي أعادني في البيت أزمة اللي بيمارس رياضة عارف إن رياضة دي متنفس قوي جدا يعني هي عاملة بتوصل لمرحلة الإدمان دي الحاجة اللي بتريحك دي الحاجة اللي بتنفس فيها عن ضغوطات اليوم والمذاكرة والأهل وكل الحاجات دي عارف أنت الصوت لما يبقى فيه وش عالق وبعدين فجأت تأثير الرياضة أعدت في البيت وأمشي شوية الكعبل ورجلات تليه وحاجة بؤس وبطلت رياضة وروحت عملية روباط صليبي ودايما الزكرة مؤلمة الزكرة بالنسبة لي مؤلمة جدا جدا لحد ما تخرجت وجيت أقدم في الجيش وخدت أعافى يا سلام سجدت شكر إن أنا جاد روباط صليبي لأن هذه السنة هي السنة اللي أنا نشط فيها في عمل الفيديو وهذه السنة يمكن النقلة النوعية اللي حصلت في الحياة عم تانية فأنت ما تعرفش الخير فين الصورة اللي معمول لها زوم إن قوي قوي والتفصيلة الصغيرة اللي انت شايفها مش هي الصورة كلها انت لو هتاخد واحد جاد روباط صليبي وقاعد في البيت ومش عارف إيه واتأخره ويعني ربليبت ورجعه صورة مؤذية جدا اعمل زوم اوت شوف الكنفس كله هتلاقي إن دي وصلت لدي وصلت لدي وصلت وصلت في النهاية برضو للنقطة في الطايم لاين اللي إحنا وفين عندها دلوقتي فأيا كان اللي هيجيلك احمد ربنا وخلي عندك يقين إن ده أفضل حاجة ليك الله عز وجل يعني أقدر كلها خير بس إحنا محجوب عنينا الغيب ما انتش عارف المستقبل في إيه اللي يبدو إنه هو فشل دلوقتي في قدام قد يبدو أقصى درجات النجاح بالنسبة لك وتلعك كده مع أصحابك وانت بتحتاسي قوب القهوة وتقول آه والله يا أخ أيام فخلي الكنفس بتاعك أو خلي الزاوية بتاعتك واسعة ما تبصش للحاجة اللي هتحصل حاليا أيا كان المجموع بتاعك أيا كان الكلية اللي جيت لك مش فرقة والله لأنك أصلا مش عارف انت عايزي لسه انت مش عارف انت عايزي انت بتظن انك عارف وأنا أتحدى أي حد عشر دقايق مع كام سؤال هيتطلع في النهاية إن ده رأي الوالد رأي الوالدة رأي البيئة اللي حواليه العيلة المجتمع علشان دي بتجيب وظيفة فيها مبلغ أو مرتب عالي دلوقتي بس هل انت 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 من جواك عايز الحاجة دي؟ الإجابة انت مش عارف مش اي اولاء انت مش عارف فتقبل فكرة الجهل المؤقت ده وحاول تقليله مع الوانت قليله ازاي انك تحاول تستكشف نفسك لف اللف ونرجع نفس النقطة استكشف ازاي انك تتعلم كتير وتجرب أكتر وانك ما تستناش لما تخلص تعليم عشان تجربه الاولى انك تجرب الاول وبعدين تتعلم صح؟ انهو افضل واحد تانا يدرس السباكة خمس سنين وبعدين راح يشتغل سباك ولا واحد يشتغل سباك خمس سنين وبعدين راح يدرس الاسس العلمية اللي تبنى عليها الحاجات اللي هو بيطبقها بالفعل انهو افضل ها؟ الاشتغل الاول صح؟ هيكون عنده رؤية اه يعني احنا بنعمل الطبا في المكان الفلان عشان المية ما اه شوف يا اخي لكن اللي بيدرس ده وكلنا كده للأسف يعني كلنا في الكلية برضه عمالين ندرس حاجات ماش فاهم ده ايه مش متخيل في الواقع الموضوع ده بيعمل ازاي احنا بالمناسبة كنا بندرس الحاجات للأسقف ده القمر اللي معمول ده كان خط مرسوق مش قادر تخيله والأسف برضه يعني في الأكاديميا عندنا قل ما تجد حد بيبذل مجهود صادق علشان يوصل الفكرة للطالب اللي لسه طالع من السنوات العامة عين كان الكلية اللي هتخشها هيتم الاستهزاء بيك والترياء عليك شوية تمام؟ يعني هتقول عشي تواجب يعني وحاجات كده ايه يعودوا يتحكوا عليك شوية بس عادي فالحمد لله ان في مصادر دلوقتي بره تقدر تتعلم منها زي ما انت عايز خش على ايه منصة كورصات فر شوف اللي يلفت انتباهك لشد نظرك خشه يعني اشتري مش اشتري ادفع يعني فيه كتير مجانة اشتري اللي هو تعلم اتعرف عالحاجات دي شوف نزل البرنامج وحاول تصطبه وحاول شوف الدنيا فيه ماشية ازاي شوف الناس اللي اشتخدموا الموضوع ده طلعوا نتائج عاملة ازاي شوف نهاية الامر عاملة ازاي انت ممكن تستكشف ايه والله انا بحب التصميم الثري دي قوي لا انا بحب المونتاج والفيلم ميكين في كلية اظن اعلام دلوقتي بيدرسوا الموضوع بيدرسهم حاجة زي المونتاج او الافتر افكت او الكلام ده بشكل متفحص قوي مزنش كل الناس اللي بتتعلم فتعلم من على يوتيوب وعالمنصات والقرصات والناس اللي عامل ايه بسموها بوت كامبس والحاجات دي ففي حاجات بره اسوار الكلية اكتر بكتير من اللي جوه الكلية فايا كانت الكلية اللي انت هتروحها ما تضيعش اوه ما تضيعش وقتك كله فيها تمام بس فلو حتى عنده سؤال سريعا قبل ما يبقى فيه دسكاشف فتضل في فيديو نازل بجمعة الجاية ده حقيقي والله والله حقيقي اسمه الفضل يعودين اسمه توكسك برودكتيفتي الانتاجية السامة كلنا شفنا فيديوهات يومي او روتيني او ايا كان ايه الجبال ده الرجل بيصحف وقت يان كله مش عارف الاكل والاكل شكله حلو والطبق شكله جميل كده وبتاع ويروح يشتغل تايم لابس وعدين مش عارف يروح الجيم ويرجع يطلع مع اصحابه بالليل يا ابن الله هو ده اللي انا عايزه سؤال هل الرجل ده بيعمل ده كل يوم؟ ايه ايه انا ممكن نزبط اكل عشان تسويق ناكل حاجة تانية فالشايد في الامر هي الصورة الزهنية اللي احنا واخدينها عن موضوع الانجاز واللواحد فعلا البرودكتيفتي والانتاجات تكون عالية انها خط مستقيم لا يصلش هي طلوع وانزول الفكرة او اللي المفروض ان احنا نعمله ان احنا نحاول نفهم نمطنا في المذاكرة والشغل والانتاجات انت تعرف الاوقات اللي انت بتبقى مركز فيها امتا؟ بتقدر تشتغل الوقت ايه؟ يعني تمدوره مثلا خمسة وعشرين ديئة مذاكرة وخمس دقايق راح انا اكتشفت لا انا ممكن اكمل لخمسة واربعين وده افضل لي دوس لا في حد تاني انا بكمل ساعة ونص وده افضل حاجة بالنسبالي ممتاز في واحد لا انا ربع ساعة وبمشدد ماشي خليها عشرين ديئة بس مش خمسة وعشرين تمام؟ فده لن يتأته الا لو في نوع من التتبع انت ازاي هتقدر تصيب هدف وانت مش حاطط البولز اي قدامك انت في البداية لازم تكون حاطط مستهدفات انا النهاردة عايز اشتغل اربع ساعات تمام؟ فده المستهدف بتاعي والله فطرت ومش عارف ايه واشتغلت ساعتين وفيه تايمر او فيه ساعة او بحسب الموضوع بضقة جدا على نهاية اليوم اكتشفت ان انا ذاكرت النهاردة ست ساعات نوعه بقى كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايه المميز النهاردة؟ اه انا نيمت بدري مبارح فقومت فايل فده اثر معايا جدا في التركيز في انجاست في مزاجي كان رايق وبعدين شربت في نجان قهوة في الوقت الفلان الحاجات دي انت مش تعرفها عن نفسك لما تبدأ تكتب عن متن دي ودينا للتدوين يعني لو بتدون انت حرفيا بادئ في رحلة عظيمة لاستكشاف الذات دون انا النهاردة متدائق جدا ليه؟ عشان السرير اللي كان في الفندق كان داية وما ينمتش كويس فاهم مش مبسوط تمام؟ فالشاهد في الامر انت لازم تعرف ايه اللي بيدائقك ويبسطك ايه اللي بيخليك منجز وشاطر وشطور وبتعمل الوجب اللي عليك واللي بيخليك كسلان حتى وانت عندك الرغبة يعني انا متأكد ان انت فقوات معي وكلي عايزة تقومي تزاكر بس مش قادر فيش دماغ تمام؟ ألميال اكتر لا انا عايزة تفرج على مسلسل دلوقتي ففي ايه؟ صراع داخلي كده تفرج على مسلسل دلوقتي صراع داخلي كده تفرج على مسلسل دلوقتي ميلي بيكسل مسلسل اكيد فشاهد ان انت محتاج تفهم ده وفي بعض الاحيان هيكون افضل حاجة تفرج على مسلسل دلوقتي ميلي بيكسل افضاري او مشروط ايه كان نوعا مشروط ده ايه؟ في المجال المتابلية دليل سواء كان مجال التفرج الشخصي او مجال التفرج العالمي الأكاديمي لمعنى لما اروح مؤتمر بقامي فيه ستيكورز مش متحين ان انا اجلهم هواقات كتير انا بستخدم ده على مستوى الشخصي ان دي اول مرة قولها ان اكبر وقت بدت عندي داك كان انا اعمل حاجة اذا اجازة ان انا اعمل حاجة اعمل ان انا بعدها اعمل ايه؟ فيه نوتس كده فيه اسماء معينة بتعمل عليها دوايا فيه توبكس مثلا انا انا اكتب دي او اذا اقلد بكترول كلان من جميع ايه حاجة جديدة والمعروبات دديدة تعمل عليها كل الحاجات دي انت هتحليك الشاشة المستبر ان شاء الله عليكم ان يقصد داك عظيم شركة رائعة أستاذ فارس والله فنبدأ في التدوين يا جماعة اشتروا النوت بوك بتاعتنا نعم دي النوت بوك كده حالي